برنامج رحلة الاهلي بقى لتونس لمواجهة الترجي هتكون عامل ازاي الاهلي حدد السفر لتونس في السامنة مساء الاربع المقبل هتمنى يا جماعة الكلام يلا استعداداً لمواجهة يعني الاهلي حدد السفر لتونس في السامنة مساء الاربع المقبل استعداداً لمواجهة الترجي الاهلي هتضرب مرتين في تونس وماء الخميس والجمعة وفقاً للتفاق السويسر مارس الكرة المدير الفني مع خالد بيبو مدير الكرة الأهل هيعود مباشرة بعد انتهاء المباراة إلى القاهرة حيث ستغادر البعثة من ملعب رادس إلى المطال للتجهيز سريعا لمباراة العودة وخالب بيوم مدير الكرب الأهلي وسامير عدل المدير الإداري هسبقان ببعثة الأهلي إلى تونس من أجل ترتيب كافة الأمور التنصيقية الخاصة برحلة الفريق إن شاء الله بإذن الله يرجعوننا أيضا بنتيجة تطمننا قبل مباراة العودة مصدر في النادي الأهلي قال لنا إن محمود الخطيب رئيس النادي هيتواجد في إحدى تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس من أجل تدعيم الفريق قبل خود ذهاب نهاية دورة أبطال أفراقيا الخطيب بنسبة كبيرة هيرافق بعثة الأهلي إلى تونس ولكن لما يتحدث كان سيتغل رئيسة البعثة أو هيكون مرافق فقط للبعثة حتى الآن طريق أنديل هو اللي ممكن يبقى هو رئيس البعثة لو الخطيب أو كابتن كبير كابتن محمود الخطيب مش هو رئيسا للبعثة اشتركوا في القناة